اليوم الكل بكلامة على كاريو قبل أن نستعرض حالاته عارفين كاريو في دور الهجوم كاريو في الشكل الهجوم اللاعب اللي باصي اليوم كاريو لبس رقم كويلار والحالاته أمامكم أحمد اللي قام فيه استثنائي في كرة القدم أنه يتنازل عن أسلوب لعبة كاريو كاريو دائما كرة معنا صحيح ويكون يبغي الكرة اللي اليوم شاهدتها بدون كرة وقوي جدا الميزة في كاريو الميزة أنه لاعب دائما حاضر ذهنيا الشيء الثاني تمركزه أفضل أصبح بشكل جيد في الحالة هذه يدلك على رغبة اللاعب على إمكانيات اللاعب وقتالية اللاعب كاريو ممكن نشوفه زي ما ذكرنا بالكرة في الاستلام في التسليم في طلوع الكرة لكن بالشكل هذا نادر ما تشوفه لكن اليوم كان حاضر بالشكل هذا دائما مركز قتالي على الكرة دائما ما يكسب الكرة المشتركة هذا أعطى قوة إضافية للهلال في وسط الملعب الكرة المشتركة التنظيم الدفاعي في حالات الضغط سواء في التغطية خلف الأظهرة الظهير اللي في جهته كان حاضر في كل مراحل الهلال في الحالات الدفاعية وهذا قيمة فنية إضافية للهلال لما يكون عندك اللاعبين ثمانية وسبعة يقومون بالدور هذا يعطيك قوة إذا كانت عندهم الإمكانيات برضو في الخروج بالكرة واللعب تحت الضغط إلا كاريو اليوم أضاف شيء جديد في الكرة مع المنافس ترجمة نانسي قنقر